ومن الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله النهاردة هيتم تفعيل جواز السفر الصحي وده هيكون زي أبليكيشن أو تطبيق على الموبايل بيكون مزود بـ QR code بيوضح إذا كان الشخص تلقى لقاح أو لا التطبيق ده بيقرأ في جميع مطارات العالم وده وفقا لتصريح السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزر خبر تاني معنا النهاردة هتنطلق انتخابات اتحاد الصناعات لحوالي 19 غرفة والبداية هتكون بغرفتي الملابس الجهزة والمفروشات والتطوير العقاري نهاردة كمان هيتم تنظيم دورة تطقفية للأئمة في مجال التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة هيستفيد منها 50 إمام بمديرية أوقاف البحيرة هتنطلق النهاردة دورة الأولى لصالون الفن المعاصر الساعة 6 بالليل بأصر الفنون بدار الأوبرا المصرية